موسيقى بالعقل النهاردة سؤالي للبرامج الرياضية ومحتاجين نعرف إجابة بالعقل بالعقل جدول الدولي الممتاز 17 نادي غير النادي الأهلي منهم أندية شعبية كبيرة جدا وأندية خاصة وأندية فيهم لعيبة يعني عندهم لعيبة وعندهم مدربين وعندهم فريق وعندهم مشاكل لماذا دائما التركيز حتى ولو على حاجة صغيرة جدا داخل النادي الأهلي لماذا دائما بيكون هناك تجاهل لأزمات ومشاكل وقضايا أندية أخرى المساحة تلاقيها قد كده للأندية الأخرى والنادي الأهلي قد كده والله بجد حاجة يعني غريبة جدا السؤال ده محتاج إجابة وإجابة بالعقل لأنه اللي بيحصل دلوقتي غريب جدا أكتر من أسبوع كل يوم قصة وكل يوم حكاية زي ما قلت لكم مرة خالد بيبو تخانق مع كولر مرة محمد الشيناوي مش هيلعب عشان مش عايزين يلعبوه مرة عالي معلول مش هجددوله أصله مش عايزينه وأصله مرة تالتة عالي معلول مش عارف عمل إيه ضيع بلانتي فمش عايزين في حاجة اسمها كده هو في حاجة اسمها كده بجد مفهوم طبعا إن اسم النادي الأهلي هو اللي بيحقق أعلى المشاهدات لكل البرامج ولكن برضو عايز حضراتكم تبصوا على بقية الأندية أندية موقوف قدها وأندية عندها مشاكل وأندية عندها ديون أندية عندها مشاكل ما بين اللاعبين أمثلة كثيرة جدا جدا موجود على الأقل تعملوا معهم دور إيجابي وتدورون لهم على حلول لهذه المشاكل اللي عندهم هتلاقوا لعيبة تلعبش خالص في أنديةها وأجانب كمان هتلاقوا مدربين بتستقيل ومدربين بتقال طب ليه ما حدش بيفكر أنه هو يتكلم عن هذه الأمور في أندية عاملة تجارب كويسة تكلموا عنها وشجعوهم وزودوا للتجارب دي وجهة نظري أن الطبيعي ده يكون شغل الإعلام المحايد لكن مش اللي بيحصل أنه هو أخترع طيب أشوف القصة على مين هاتوا بقى محمد الشناوي مثلا فيقولوا عليه قصة والله بيخترعوا القصة وأنا ببقى يعني أنا قاعد جنب أو قاعد في التمريل ومسكين التليفون كده وبنفتح التليفون لقينا قصة معمولة على أحد اللاعبين كان قاعد جنبي قاعد جنبي والله العظيم تلاتة أفتح السوشال ميديا قال إن اللاعب ما جاش التمرين ده كان قابل التمرين يعني لعب ما جاش التمرين وحيحصل وحيخلي وحيسوي ولعب قاعد جنبي بقول له كذا فلان إيه ده قال لي مش عارف والله يا كابتن مش عارف قاديك شايف أنا يعني فيش حاجة خارس ليش دعوة تأليف القصص وصل لهذه المرحلة إن انت بتألف قصة على لعيب وسبحان الله بقول لحضراتكم أنا بعد الهزيمة من مباراة سانداونز أنا روح تقعدت فترة طويلة جدا في التمرين ما عايز شوف بعناية يا كلام إيه اللي بيحصل فيش حاجة بتحصل ناس زعلانة زعلانين متدايقين متدايقين كولر متدايق متدايق زعلان من بعض اللاعيبة زعلان طبيعي يا جماعة مدرب زعلان من اللاعيبة قد يكونوا أثاروا في بعض الأوقات في هذه المباراة طبيعي مش حاجة يعني ذات أهمية يعني لكن خناءة خالد بيبو ومكولر والاتنين قاعدين بيهزروا بيسلموا على بعض في خناءة طب خناءة إزاي دايما بيصوروا كل شيء قد كده ما عندناش مشاكل يا جماعة من اللي بتتقل دي والله والله ما عندنا مشاكل إحنا مش ملاحقين كل يوم نرد على إيه ولا إيه كل يوم نرصد كلام غريب وإشاعات غريبة جدا لكن لما بشوف باقي محتوى لبعض البرامج البرامج طب طب والدنيا رطيفة وحلوة ولكن بلاقي التعامل مع أخبار النادي الأهلي بشكل والتعامل مع باقي الأخبار الأندية بشكل آخر طب فين معايير التناول الإعلامي ما عندش عارف رسالة للناس صاحبة الإثارة والأزمات والترندات اهدوا شوية لأن الأمور دلوقتي والعلاقات دلوقتي على أفضل ما يرام كفاية اللي كان يعني كان ليكم أكل إيش يمكن الفترات السابقة بس أعتقد الفترة اللي جاي الأمور صعبة لأن علاقة الأهلي والزمالك تحديدا علاقة منافسة شريفة ما بين بدون أي صراعات كالعادة هي جات فترة في النص زي ما قلت لحضراتكم هاي اللي حصل فيها بعض الأمور مش عايزين نتكلم عنها ولكن الطبيعي أن تكون هناك منافسة شريفة جوال ملعب ولكن برا الملعب الناس بتشوف بعضه وصحاب وأزلقاء وكل حاجة كانت حلوة وكل حاجة هتفضل حلوة دايما دليل على كلامي ده شوفنا تهنية مجلس إدارة نادي الأهلي لمجلس إدارة الزمالك بعد الفوز بالانتخابات شوفوا الحلاوة والجمال والناس ومجلس الإدارة المحترم مجلس إدارة نادي الزمالك النهاردة بينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئيسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسد دكتور طلعت شتا كابتن مصر والنادي الأهلي السابق في كرة اليد وأحد أبرز المدربين في تاريخ كرة اليد المصرية واللي ساهم في تدريب وتخرج أجيال كثيرة جدا وفاته المنية أمس الأحد 5 نوفمبر 2023 وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص التعازي لأسرة الفقيد ولمجلس إدارة النادي الأهلي داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ناس محترمة واللي ما يعرفش يعني دكتور طلعت شتا دكتور طلعت شتا من المؤسسين الحقيقة لعلم كرة اليد الحديث وأمور كثيرة جدا جدا وكان له فضل كبير جدا داخل النادي الأهلي طول عمره واحد من أكبر الأهلوية الله يرحمه كان له فضل كبير جدا جدا على كرة اليد المصرية وكرة اليد في النادي الأهلي ودكتور طلعت شتا كان من الناس الكبار في أحد البلاد خارج مصر يعني وكان لما أي بعثة مصرية بتروح هناك يعني بيشيل البعثة دي على دماغه من فوق والله العظيم تلاتة هذا الرجل الواحد ياما شاف معاه أيام حلوة جدا الله أرحمه ويظل دائما واحد من الناس اللي هنفضل نتذكرها بشكل كبير جدا جدا مجلس إدارة نادي الزمالك شكرا على هذه الكلام المحترم اللي حضراتكم تكلمت عنه فيما يخصه دكتور طلعت شتا وتعزيتكم لأسرته ولمجلس إدارة النادي الأهلي بنشكركم على هذه الأمور ولكن حاجة أخرى كل هذه الأمور بتدعوه لشيء واحد هو ده الطبيعي اللي احنا بندور عليه أو مش اللي احنا بندور عليه هو ده الطبيعي اللي دايما بيكون ما بين مجالس الإدارات المحترمة ومجالس الإدارات الكبيرة وجهة نظري إن اللي حضراتكم شايفينه ده من هذه العلاقات المحترمة ما بين الناديين الكبيرين سواء النادي الأهلي كبير مصر وأفريقيا أو النادي الزمالك حيعود على المدرجات خلال الفترة جاية وحنشوف أن الجماهير في المدرجات لما تشوف الاحترام المتبادل ولكن المنافسة ناكل بعض جوه الملعب ناكل بعض رياضيا يعني جوه الملعب واللي يكسب ألف مبروك واللي هيتغلب هنقول له هاردرك أتمنى طبعا اللي هو اللي يكسب فهذه العلاقات المحترمة هتوصلنا أن احنا نشوف في المدرجات إن شاء الله كارنفال في مباراة الأهل والزمالك كارنفال من الاحترام ما بين نادي الأهل وجماهيره ونادي الزمالك وجماهيره خلال المرحلة القادمة وصلنا للفقرة القادمة